قال زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب في قصيدته الموسومة بليس الغريب ليس الغريب وريب الشام واليمني ان الغريب وريب اللحج والكفني ان الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لتنهر النغريب حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحني سثري بعيد وزاد لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقى جنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعنني ما أحلم الله عني حيث أمهدني وقد تمادت في ذنب ويشترني تمر ساعة أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يزلة كتبات في غفلة ذهبات يا حسرة بقيات في القلب تحرقني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتلكر والحزني دع عنك عذلي يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بكنت تعذرني دعني أسح دموع الأنقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني كأنني بين كل الأهل منطرحا على الفراش وأيدهم تقلبني وقد تجمى حون من ينوح ومن يبكي علي وينعان ويندبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم نرطب هذا اليوم ينفعني واشتد لزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني واستخرج الروح مني في تغرورها وصار ريق مريرا حين غرارني وغمضون وراح الكل وأصرقوا بعد الإياس وجد في شر الكفن وقام من كان حيب الناس في عجلين نحو الموسنيات يوسلني وقال يا قومنا بغي غاسلا حذقا حرا مذيبا نريبا عائفا فطني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعران وأفردني وأودعوني على الألوح منطرحا وصار فوق خرير الماء ينضفني وأسكب الماء من فوق وعسلني رسما ثلاثا وناد القوم من كفني وألبسوني ثيابا لا كما ملها وصار زاد حنوق حين حنطني وأخرجوني من الدنيا فواسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخال في من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصال ثم وادعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبر على مهلين وقدموا واحدا منهم يلاحدني وكشف الثبع وجه ليوظرني وأسبل الدمع من عيني أورقني فقام محترما بالعزم مجتملا وصفف اللبن من فوق وفارقني وقال هل عليه التربة واعتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أبو الشفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العيني إذ نظرات من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدون وجاد في سؤالهم ما لسواك إله من يخلصني ما لسواك إله من يخلصني فمن علي بعاف منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني فمن علي بعاف منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعدما أصرقوا وصار وزر على ظهر فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلن لها بدني وحكمت على الأموال والسكني وصيرت ولدي عبدا ليخدمها وصار مال لهم حلا بلا ثمن فلا تغروا أنكاء الدنيا وزينتها وانظر إلى فنها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوا الدنيا بأجمعها هالراح منها بغير الحنط والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يزارع الخير تحصد بعده ثمرا يزارع الشر موقف على الوهن ينفس كف عني العسيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني ينفس ويح كتوب وعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسني ثم الصلاة على المختار سيدنا موضع البرق في شام وفي يمني والحمد لله ممسين ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان والمينان